موسيقى مساء الخير مشاهدي الكرام أينما كنتم أهلا بكم في اليوم الليلة وحلقة الليلة نخصصها كاملة للحديث عن الأزمة والمشكل السوري الذي يملأ الدنيا ويشغل الناس ويبدو أن حالة اللهاث وراء قرارات جديدة في هذا الأسياق وتلاحق الأحداث بسرعة اليوم حدث شيء من التريث هنا وهنا كما نتابع يعني في بريطانيا كاميرون يؤكد أنهم يملكون أدلة على توروط النظام السوري في هذه الضربة الكيميائية وبأنهم ماضون في طريق تأديب النظام بضربة عسكرية لكن العمال حزب المعارض قال أنه سيصوت معارضا لهذا التدخل في ظل وجود أدلة دامغة كما ذكروا الولايات المتحدة الأمريكية أيضا أوباما من جديد يؤكد بأن النظام في سوريا مسؤول عن هذه الضربة الكيميائية وأنهم ماضون في هذا الطريق لكنهم سيتريثوا قليلا حسب مجريات الأحوال ومطالبة بأن ينتهي المفتشون الدوليون هكذا طالبت روسيا من مهمتهم ويرفعوا تقريرهم ومن ثم لكل حادث حديث واستعدادات في الداخل السوري واستغلال نسبي لما يحدث من لا أقول انقسام ولكن اختلاف في وشعة النظر تجاه توجيه ضربة وشحذ الهيمة في الداخل السوري ورئيس بشار الأسد يقابل وفد من النواب اليمنيين ويقول بأنهم ماضون في طريقة دفاع عن سوريا والقومية العربية يقول هذه الأحاديث التي يعتبرها البعض مستهلكة هذا هو المشهد حتى الساعة فيما يتعلق بنذر الحرب التي تدق في المنطقة وتوجيه هذه الضربة يصر الأمريكيون بأنها تكون ضربة محدودة وواضحة الأهداف وخاطفة بمعنى أنها لن تستمر كثيرا في محاولة للتهديئة لكن رد الفعل السوري تجاه الضربة هو الذي قد يحدد المسارات هذا إذا وقعت بطبيعة الحال ومدمرة خامسة تصل إلى المتوسط في إشارة إلى النية في ضرب سوريا سنضع كل ذلك على الطاول هذا المساء مع ضيفي هنا في الأستوديو الأستاذ حكم البابا الكاتب والمحلل السياسي السوري أرحب بك معنا في الأستوديو وأرحب بضيفي أيضا الدكتور أنور بن ماجد عشقي رئيس مركز الشرق الأوسط لدراسات الاستراتيجية دكتور مساء الخير مساء الخير هلا مساء نعم وأتوجه لضيفي هنا في الأستوديو حكم البابا أستاذ كيف تقرأ التطورات التي حدثت اليوم والبعض يرى أن هناك نوع من التريس والبحث عن أدلة دامغة ومن ثم يحدث تحرك عسكري تجاه سوريا يعني أنا باستغرب الحديث عن تريس أو تراجع الحديث عن الضربة والحديث عن حل سياسي هذه الحرب أسرع حرب في التاريخ أسرع تهيئة لمسرح معركة في التاريخ يوم الأحد صباحا بدأ الحديث بشكل خجول عن ضربة عسكرية يمكن أن توجه للنظام السوري وليس لسوريا عقابا له على قصف الغوطة بالكيميائي اليوم الخميس نحن خلال أربع أيام العالم كله لا حديث له إلا الضربة العسكرية فخلال أربع أيام تهيئة مسرح معركة وصفن وعساطيل وجيش وطائرات ورؤساء دول ورؤساء حكومات يتحدثون عن ضربة عسكرية للنظام السوري فأي تراجع يعني يعني إذا بدك حرب الخليج كم استغرق الإعداد لها مثلا فأنا لا أظن في ذلك هناك تراجع أنا أظن هناك لعب هناك أول شي محاولة شد ورخي مثل ما يسمونه بالعامة لتحييئة الجو داخل المجتمعات الغربية للدول المشاركة في الضربة العسكرية الثاني شي هي محاولة للعب بعصاب النظام جزء من هذه المعركة هو تفتيت معنويات الخصم هذه استراتيجية أمريكية تستخدمها دائما في كل حروبة إسرائيل عندما تضرب بالعادة تضرب ويا بتعلن يا ما بتعلن وقد تسرب للصحافة وقد تعلن بعد ذلك لكن أمريكا في كل الحروب التي خاضتها تعلن أنها ستقوم بضرب ويعني ستنقلت السفينة كذا والطائرة كذا وما بعرف شو إلى الدرجة أن الخصم لما بيوصل إلى الضرب بيوصل بيوصل منهك الأمر الوحيد الذي تخفيه أمريكا عادة هو تاريخ بدء الضرب نعم دكتور أنور عشقي لا نقول بأن هناك انقسام حيال هذه الضربة ولكن مؤكد أن هناك خلاف في وجهات النظر ضد توجيه ضربة لنظام بشار الأسد في سوريا وهذا الحديث يأتي من دول ضد ما يحدث في سوريا في كثير من الأحيان ولكن هذا هو الواقع يعني أنت تتحدث عن الأردن هي تتحفز كثيرا تجاه توديه ضربة عسكرية ولن تسمح بمرور ذلك عبر أراضيها مصر أعلنت ذلك صراحة العراق بحكم وقفه المساند للنظام لبناني تحفز لكثير من هذه التفاصيل معارضة للعمال في بريطانيا لكاميرون ومجرد شوشر مثل هذه في بريطانيا كفيرة بأن تحدث نوع من الشقاق السياسي إلى ما ذلك من هذه التفاصيل يعني إلى أي مدى يسهم ذلك ربما في رفع الروح المعنوية للنظام في سوريا بأن هناك من يقف ضد تدخل أجنبي مهما وصلت الأمور حتى لو ضرب بالكيماوي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابهم الأولى بالنسبة للموقف الدولي الذي يحدث تجاه سوريا أولا هناك دول قوية ودول ضعيفة يعني هنا الآن دولة قوية هي ولاية المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى دول طبعا حلف الأطلسي هذه الدول في مواجهة جيش ضعيف صغير هو الجيش السوري فهنا إذا كانت القوة غير متعادلة فما في ذاعة للمفاجأة الاستراتيجية أو المفاجأة التكتيكية طبعا يصرح بأنهم يضربون وكذا يفعلون الأمر الثاني أن هذه العملية كلها كانت طبعا السبب هو كشف أوراق الجيش السوري الجيش السوري منذ أن بدأ التهديد والتحضير للضربة الجيش السوري انتقل من مواقعه الأساسية إلى المواقع التبادلية أقصر النواعي العسكرية فلما انتقلوا المواقع التبادلية الآن انكشفت المواقع التبادلية وانكشفت المواقع الأساسية الأمر الثاني أنه بين الموقف السوري ماذا سيحدث ماذا ستكون ردة الفعل له وجدنا أن رئيس الأحد كبار رؤساء الشبيحة راح هرب إلى قبرص طلعت إشاعة بأن الرئيس بشار الأسد ذهب إلى إيران ونفت إيران ذلك بدأت هناك بدأوا يبعث عوائلهم للخارج بدأ هناك انزحون إلى لبنان الكثير منهم بدأت الأمور ترتبك في داخل سوريا الأمر الثاني الذي يحكم هذه العملية كلها هو وجود السلاح الكيماوي السلاح الكيماوي منذ أن بدأت الحرب في سوريا وهو تحت المراقبة الأمريكية والإسرائيلية والأوروبية وهذه المراقبة وضعت لها خطة أنه في حالة استخدام بشار الأسد لهذا السلاح تأتي قوة وتسيطر على هذه المنطقة الضربات تكون حول مناطق السلاح الكيماوي ويكون السيطرة عليه هناك سيناريو آخر وضعه أساسا واحد من المنظرين الاستراتيجين الإيطاليين اللي هي الضربة التصاعدية لإكراه الخصم على الاستسلام فهذه الضربات التصاعدية هي التي كانت مختارة وهي التي نفذت أيضا في كوسوفو فاستسلمت السرب لها فهي أن تكون الضربة تصاعدية تضرب أولا الأهداف الحيوية بعد كده تضرب مصادر السيطرة مراكز السيطرة والقيادة وغيرها ثم تضرب المراكز الأسلحة والمستودعات والمخازن المرحلة الثالثة يكون فيها ضرب المنشآت الحيوية جدا مثل القصور وغير ذلك وماكن اجتماع القادة هذا هو الموقف لكن ما حدث الآن قد يكون نوع من التكتيك أيضا التكتيك هو أنه ما حدث اليوم يعني يعملوا نوع من الاسترخاء وليس الرلاكس الاسترخاء بالنسبة للقوات السورية الأمر الثاني لن يتراجعوا عن الضربة إلا إذا نفزت الشروط الآتالية أولا خروج الأسد السيطرة على الأسلحة الكيميائية الكيميائية الهدء الثالث أنه تكون تشكل حكومة وحدة وطنية طبعا الجميع بعد أكثر الدول تفضل أن لا تكون هناك ضربة تدميرية لأن الضربة التدميرية تؤثر على تدمر البنية التحتية وهو ما حدث في العراق لهذا طبعا الدربة ستكون جراحية في أكثرها نعم وهذا هو الآن ما سيحدث نعم سيد حاكم البابا لدينا حساسين في المنطقة العربية تجاه أي تدخل أنيبي عسكري لعدم ثقة مطلق في من سيتدخلون بغض النظر عن الفعل الذي يحدث على الأرض ويستدعي التدخل كيف ترى ذلك أنت وإلى أي مدى الآن المقص الأنيبي هو وحده في يده الحل في سوريا الحقيقة بكل الأنظم الدكتاتورية الشمولية سواء نظام بشار الأسد وأبلو حافظ الأسد ولا نظام صدام حسين ولا أي نظام ميلسوفيتش هنا لا يوجد حل لإيقاف المجازر التي يقوم بها تقوم بها هؤلاء تجاه شعوبهم إلا تدخل عسكري أجنبي هذا ما حدث صدام حسين ضرب شعبه ولم يخرج إلا وعرب عندما دخل الأميركان بشار الأسد يقوم بالعنتريات الآن يستغيس على الشاشات مع بعض حركات كمال الأجسام الاستعراضية على الشاشة المضحكة الحية حول قوته هو على مجموعة عصابات مسلحة يسميون عصابات مسلحة ما قدر ينتصر سنتين ونصف ينتصر على تحالف دولي تقوده أكبر دولي بالعالم يعني في شيء مضحك فأنت بموضوع حي الأنظمة الدكتاتورية لن تزال للأسف إلا بالتدخل الأجنبي هؤلاء الطغاة هم الذين يستجبون الغزاء السوريون منذ سنتين ونصف وهم يتعرضون للقتل طالبوا بتدخل طالبوا بحماية دولية طالبوا بمناطق آمنة طالبوا بحضر جوي لم يستمع إليهم المجتمع الدولي وتركوا في العراء للقصف بسكود وبالبراميل المتفجرة وبالقراد وبالهاون ولكن عندما اقترب الأمر من سلاح محرم تقديرات المجتمع الدولي أنه قد يمس بأمن دول أخرى تعنيها تعني المجتمع الدولي هنا تدخل نعم أستاذ حاكم كما تغضلت أنت استشهدت بكل هذه الشواهد في إزالة الطقات هناك في المقابل أيضا شواهد ماثلة عن تدخل أجنبي وكانت النتائج ربما غير موفقة ما يحدث في العراق الآن دونك ما يحدث في ليبيا وهذه شواهد تدخل هل تختلف سوريا البعض يقولون بأن سوريا أسوأ من هذين المثالين لوجود الآن ربما اختتال يأخذ شكل ليس أسوأ وليس أفضل أنت عندما تعيش ستين سنة تحت حكم ديكتاتوري لا يمكن أن تنجز نظام ديمقراطي بسنة أو بسنتين وخاصة في دولة مثل العراق إيران كل أصابعها فيها العراق لم ينجز حتى الآن استخلاله وتحرره ولا زالت إيران تحكمه وتتحكم فيه للأسف الأمريكان سلموا للإيرانيين ليبيا نظام العقيد القزافي الدكتاتوري لا يمكن أن تخلق نظام بعد كل الإجرام الذي قام به القزافي والاستبداد وتشويه البشر وتشويه المؤسسات وتشويه الحياة بسنتين صعب ولا بتونس ولا بمصر ليكن بمصر فرحوا أنه عملوا أنجزوا ثورة الآن عادوا الاعتبار للبستار العسكري والانقلاب العسكري والذين يتحدثون عن تدخل أجنبي في مصر هم جاءوا نتيجة تدخل أجنبي قد يكون عربي ولكن الانقلاب السيسي هو جاء نتيجة التدخل خارجي وليس مصري هؤلاء الذين قاموا بثورة أعادوا الاعتبار للمبارك اليوم أنا رأي أن هناك مزاود على البشر عندما شاهد سكان مخيم الزعتري يضبون أغراضهم استعدادا للعودة إلى سوريا إذا حدثت الضربة فهؤلاء هم الأحق بالكلمة ليس أنا وليس غيري بيع الوطنيات فاضي هون ولا بغرف مكيفة ولا بمكاتب ونحكي بالقومية العربية ونحكي بالتدخل بالغزو الأجنبي والتدخل الأمريكي والإمبريالية الأمريكية هناك ناس تحت رحمة الله بكل المخيمات هؤلاء لهم الكلمة وهؤلاء هم الذين يؤيدون الضربة للعودة إلى بيع صحيح ولكن واقع العودة النتيجة لهذه الضربة هو أمر يبدو بعيد لاعتبارات كثيرة بأن حتى منفذي الضربة نفسهم ذكروا بأنها هي ضربة تأديبية يعني حيئة العالم لأنها هي تقليم أظافر هي رسالة مفادها أن لا تستخدم السلاح الكيماوي إلى ما ذلك قد تكون هناك مصلحة في استمرار حتى هذا النظام بالنسبة لمن يضربونه الآن وهذه السياسة لا أدري بس أنا بدي أقول بس جملة حول هذا الموضوع هلأ بعدين بنحكي على شو ممكن يصير بس الكلام عن ضربة جراحية وضربة غير مؤلمة وضربة تقليم أظافر هذا كلام مضحي لأنه لما بتجيب تعمل تحالف دولي مثل ما قال داود أغلوم ستة وثلاثين أو سبعة وثلاثين دولة وبتجيب كذا مدمرة على البحر المتوسط أنت ما جاي تعمل ضربة جراحية أنت جاي تعمل ضربة كبرى بالنهاية ستسقط نظام أنت ستشل النظام ستكرسحه هناك جيش حر سيقوم بالباقي بعد ذلك أما تقول لي جايين يضربوا خمس صواريخ ويروحوا معنى ذلك أنهم يريدون أن يتركوا الشعب السوري مرة أخرى لبشر الأسد ولتغيانه ولقتله ولتدميره ممكن أن يحدث ذلك في السياسة كل شيء وارد دكتور أنور عشقي دعني أتساءل الآن في ظل غياب أدلة دامغة كما يطالب البعض هل قيام هذا التحالف بشن ضربة عسكرية على سوريا سيكون بغطاء مؤمن أم أن هناك كثير من التساؤلات ربما التي ستطرأ هنا وهناك وشهدنا جزء منها الآن يعني على أقل تقدير الآن ونحن نتكلم الآن السين إن نشرت وقالت بأن الرئيس أوباما ذكر بأنه سيعرض على الجميع الأدلة الاستخبارية التي تدين الأسد في أنه هو الذي أمر بهذه الضربة والولايات المتحدة الأمريكية لم تقنع روسيا وتجعلها تنسحب من المنطقة من منطبنا من سوريا ومن هذا إلا بعد أن أقنعوهم بأن بأنهم استمعوا للمكالمة والأوامر التي صدرت بضرب المدنيين بالأسلحة الكيميائية الأمر الثاني أن السين إن أيضا بيّنت بأن الآن 65% من الشعب الأمريكي لا يؤيد الضربة لكن بعد أن ينشر طبعا الرئيس أوباما هذه الإثباتات التي أجرت سوف تتغير هذه النسبة في الولايات المتحدة الأمريكية ومعنى هذا أن الضربة سوف تحدث خلال الأسبوع القادم ولن يغير من هذه الضربة شيء لأن الضربة ستكون شرعية بموجب قرار الأمم المتحدة عام 2005 الذي ذكر بأنه للدول الحق في هذه الحالة إذا انتهكت حقوق الإنسان وأصبحت الحكومات ضد شعوبها تضرب شعوبها فستتدخل الدول الكبرى في ذلك نعم إذن أنا أشكرك على هذه التفاصيل الجديدة وأحداث سوريا تتلاحق كما استمعت قبل قليل وأنا أتحدث عن الأدلة في هذه الأمسية على وجه التحديد لأنها كانت هي سيدة الموقفة اليوم كله يتحدث عن ضرورة وجود أدلة لأنهم دخلوا في تجارب أخرى حتى العراق نفسها ظهر أن وجود أسلحة نووية غير موجودة وبالتالي كان الدخول من أصغير مبارع أنا رأيي بس أقول جملة أنه مو بس السلاح الكيماوي هو السبب في ضمير العالم الذي يعني واقف هيك بارد أمام سنتين ونصف من القتل يعني اللي قتل بسكود الناس اللي عم تموت بسكود يعني مثلا لا تعاقب يعاقب بس الكيماوي أنا بظن كله اجتماع والكيماوي كان هو لحظة لما زاد الماء ونزل لخارج الكأس ما عاد العالم يحتميل وما عاد في حلول فبشار الأسد أعطي فرصة شبيع لإخباد السورة ما أدير خلال سنتين ونصف استعان كان من الضعف إلى أن وصل للاستعانة بعناصر حزب الله وبإيران كل ترسانة روسيا لم تستطع أن تنقزه أنا لا أظن أن أمريكا هي التي أقنعت روسيا أنا أظن أن اللقاء التاريخي الذي تم بين الأمير بندر بن سلطان والرئيس الروسي بوتين والذي قيل وقتها أنه فشل في إقناعه أو في شراءه لتعديل موقفه هو سبب تعديل الموقف الروسي مؤتمر لافروف أبليومين عندما ظهر وقال أنه لم يحارب مع النظام السوري هذا يعني أن صفقة بندر بوتين قد نجحت لا تستطيع أمريكا أن تقنع روسيا تستطيع أن تخوض حرب رغما عنها لكن هذا الإقناع الروسي هو الشراء لروسيا وانتهى الموضوع روسيا دولة تعودتنا من أيام العراق لكوسوفو أنه هي تشترى لليبيا أنه هي تشترى اندفع تمنها هي دولة بلا مبادئ دولة مافيات والوصوص ورشاوي سياسية بالنسبة لإيران مضحكة ردود أفعالها يعني تفزيع بتلفزيونات أنه أي جندي أمريكي سينزل على الأرض السورية سيقتل من قال أنه جنود الأمريكيين سينزلون إلى الأرض السورية إضافة إلى هذه الحالة الطائفية أنه دمشق ستكون معراجهم إلى السماء حزب الله ساكت هذا الحزب الذي حسن نصر الله هلكنا هو يقول عنده صواريخ وسيقصف خليش يقصف ونشوف هلأ هلأ أجت الفرصة المناسبة ليرد دفاعا عن النظام الأسير لديه المرتبط معه بعلاقات طائفية فقط لا تقل لمقاومة ولا فلسطين ولا غيرها خلي رد هلأ على إسرائيل أنا أتمنى أن يرد دكتور أنور دعنا نذهب إذن إلى السيناريوهات التي تفضلت أنت بذكرها ونذهب أنه إذا ما تمت هذه الضربة هل بالفعل وقائع الحال تقول بأنها ستكون ضربة محدودة وخاطفة وسريعة وعلى مناطق مؤثرة في النظام رأينا اليوم في سوريا كيف أن الجيش السوري ينقل ربما عدته وعتاذه من مكان إلى آخر تخوفا من توجيه الضربة إلى هذا المكان أو ذاك كيف تتوقع أن تأتيه طبعا الجيش السوري الآن ينتشر حتى لا يكون الضربة مؤثرة بشكل كبير فيه الضربة ستكون خاطفة ولن تتعدى أكثر من ثلاثة أيام لن يكون هناك إنزال للجنود وباعتبار أني أنا عسكري وخط كثير المعارك أو بعض المعارك أعرف هذه الأمور وأنا لواء ركن وأعرف هذه الحاجات طبعا الضربة التي سوف تقوم بها ولا تنتحد الأمريكية الضربة مدروسة من أكثر من ستة أشهر ومعروف كيف سيقومون بها لكن متى تقف هذه الضربة إذا استسلم الطرف الآخر إذا استسلمت القيادة في سوريا فهذا يعني أن الضربة هذه سوف تتوقف وأن تبدأ عملية الحل السلمي وهذا ما يتمناه الجميع ولكن يعني حتى الآن البوادر تدل على أن هناك خوف ووجل من القيادة السورية من هذه الضربة فقد هذا الخوف والوجل يصل إلى درجة الاستسلام الآن الأمم المتحدة تتحرك بسرعة في هذا المجال طبعا لا تستطيع ولاية المتحدة الأمم المتحدة أن تضرب والمراقبين الموجودين داخل سوريا هم سيخرجون منها طبعا يوم الأحد سيكونوا خارج سوريا بمعنى أنه بعد يوم الأحد ستكون هذه الضربة والضربة ستستخدم فيها كثير من الوسائل هناك عدة قواعد جاهزة في تركيا وفي قبرص وغيرها أيضا هناك القطع البحرية موجودة هناك بعض القواعد الأمريكية سوف تشارك أيضا سوف تأتي صواريخ عابرة للقاراك من نورث فولك في جنوب في طبعا في فيرجينيا في جنوب فيرجينيا تومو هوك تجي من هناك وهذا التومو هوك في حدود من 22 ألف ميل توصل على رأس تبوس كما يقال في التعريف العسكري هذه الأمور سوف تكون لكن المخاوف في هذا المجال هو تدمير البنية التحتية لكن لهذا قلنا بأن الهجوم هو عملية جراحية إنها بحيث لا تؤثر على مكاسب الشعب وإنما تؤثر على هذه القيادة وتزيحها من السلطة دكتور أنور أرجو أن تبقى معي وضيفي هنا في الأستاذ حكم البابا سأعود إليكم بعد قليل في هذه الجولة ونحن نشرح في المشكلة السورية شريط المعلومات برعاية البنك الأهل المتحد آخر أخبار الأسهم السعودية نطرح الأسئلة المالية والمصرفية التي تغيبك أنت ونأتيك بالمسكولين والخبراء ليفسروا لك الغامل وليذللوا لك الصعب وليأخذوا بيدك نحو علاقة أكثر لفحاً وأمنك مع حسابك الشخصي مع راشد الفوزان على شاشة سي أم بي سي عربية هذا البرنامج برعاية سيما السعودية للمعلومات الإتمانية أهلا بكم من الجديد وأهلا بضيفية الكريمي أستاذ حاكم الباب دعنا نتحدث عن إمكانية حدوث الضربة إذا وقعت وقرأينا الأحوال تدور أن الضربة قادمة خاصة بعد التصريحات أوباما الأخيرة بأنهم سيقدموا للعالم ربما أدلة دامغة على تورط نظام الأسد في هذا الهجوم الكيموي وبالتالي سيكسبوا على الأقل تعاطف لنيد الكثيرون فرصة ربما للخروج عن هذا النص ولكن إذا أخطعت هذه الضربة بعض الأهداف تسببت في قتل بعض المدنيين إلى مدارك من هذه التفاصيل وقد حدث ذلك يعني إلى أي مدى من الممكن أن يحدث ذلك شيء من التعاطف حتى مع النظام في سوريا لا بس حقول شيء بالنسبة لقاله الدكتور حول البنية التحتية بسوريا والخوف على تدمير البنية التحتية دمرت خلال سنتين من الحرب لم يترك بشار الأسد أي بنية تحتية هناك يعني دمشق فيها شوية خدمات حتى الآن بس باقي المدن ستتحولت إلى حالة يرسلها يعني يجب إعادة بناء البنية التحتية بسوريا كاملة أنا برأيي لن يكون هناك تعاطف مع بشار الأسد سيحاول أن يستغل هذه المسألة سيحاول أن يضع مدنيين من المعتقلين الذين في سجونه كدروع بشرية ليخرجهم باعتبارهم هكذا أسمع يعني حتى لا أجزم ليخرجهم باعتبارهم مدنيين قتلتهم الضربة الأمريكية فعلها صدام سابقا لكن أنا أظن الذين يتعاطفون مع بشار الأسد اليوم سيكون يتعاطفون والذين ضد بشار الأسد لن يتعاطفون الأمر مقسوم والأمور واضحة هناك مجموعة الشيوعين عموما أغلب الشيوعين وأغلب العروبيين القوميين هم الذين يقفون دائما مع الطغاة من صدام حسين إلى بشار الأسد إضافة إلى جماهيره لبشار الأسد يعني جمهوره من طائفته أو من الخدم في باقي الطوائف الأخرى خارج هذا ليس لديه دعاية كافية ليكون له صوت في الغرب لن يحرج الضربة ستبدأ أنا أعتقد أنها ستكون سريعة لن يكون لديه الوقت الكبير لكي يستخدم سلاح البكاء والقتل المدنيين وأعتقد أنه سينهر النظام قبل حتى قبل مثل لما صدام حسين حكوا أنه سيضرب وسيقتل نحن اكتشفنا أنه دبابتين دخلوا بغداد واحتلوها وهربت لهذا أنا أظن تقريبا السيناريو وربما الجيش السوري أسوأ من الجيش العراق دكتور أنول عندما تتحدث دمشق عن جهوزيتها ربما سمعنا ذلك اليوم لهذه المعركة وذكرت بأن دمشق ستكون مقبرة للغزاة وبأنهم ماضون إلى ذلك على ماذا تراهن هذا شق من السؤال وسؤالي عن المواقف الإيرانية من هذا الهجوم ربما والبعض يقول بأن إيران حتى قبل هذه الضربة لم تكن سوريا في أولوياتها حتى خطاب خامنئي الأخير كان فيه البند السوري جاء ثالثا ونحن في لب هذه المعركة تحدث عن وضع الداخل الإيراني وبأنهم ضاقوا ذرعا ربما بالأزمة السورية وما جرته على إيران على المستوى الاقتصادي وتحدث عرج على مصر وسوريا في المرتبة الثالثة لذلك ممكن من الطبيعي أن لا تدخل إيران في حرب مباشرة نيابة عن سوريا ولكن ماذا عن حزب الله في لبنان والذي يربط بصيره المباشر بسوريا أنت تعلم أن هذا خط إمداد رئيس لهذا الحزب وشريان حيات تفضل دكتور الحقيقة هذا السؤال الأسئلة هذه مجموعة أسئلة الحقيقة دقيقة جدا وهذه الأسئلة تحتاج إلى إجابة أيضا دقيقة في هذا الجانب حينما يقول النظام السوري بأن سوريا تصبح مقبرة الغزاء هذا يعني أن القيادة في سوريا تخشى على قواتها من التفكك والاستسلام بسرعة وهذا ما حدث لقوات صدام حسين حينما بدأ الهجوم أثناء تحرير الكويت كل القوات التي عندها استسلمت بسرعة وحتى أنا اللواء التي كنت أعمل فيه هو الذي دخل الكويت وجاءوني بهدية في تلفون ميداني بعد المعركة الأمر الثاني بالنسبة لإيران إيران لا يمكن أن تدخل في حرب لصالح سوريا ولا لصالح أي بلد شفناها لم تدخل ضد إسرائيل أيام حزب الله وإسرائيل حينما يعني عام 2006 الأمر الثاني حزب الله الآن حزب الله في ورطة ولكن دكتور أنور عشقي دعمت حزب الله مؤكد وإلا لما صمد الحزب في تلك المعركة دعمته دعم كبير لكن لم تدخل الحرب من أجل حزب الله دعمته بالأسلحة دعمته بالأموال لكن لم تدخل ولم تطلب طلقة واحدة ضد إسرائيل حتى المظاهرة التي قامت في إيران لصالح حزب الله منعتها الحكومة الإيرانية هذه الرياضة إيران معروفة دائما طبعا تتكلم أكثر مما تفعل أما بالنسبة لحزب الله حزب الله في ورطة كبيرة الآن حزب الله طبعا هناك فيه هجوم مضاد عليه من جبهة النصرة إسرائيل أن آن أمامها عدوين عدو استراتيجي وعدو تكتيكي العدو الاستراتيجي هو إيران وحزب الله وهذا العدو يريد إقصاءها من الوجود ولديها عدو تكتيكي هو حماس وطبعا جبهة النصرة يريدون إزاحتها تكتيكي من الحدود فهي الآن توظف العدو التكتيكي ضد العدو الاستراتيجي حتى هي لا تتأثر فلهذا الآن نجد ضربات في مناطق حزب الله حزب الله لو عاد من سوريا لن يجد له مكانا في الضاحية الجنوبية الموضوع الأوراق اختلطت كثير فإذن معناها أن إسرائيل لن تضرب أي ضربة في الفترة دي إيران لن تقوم بأي ردود فعل أنا أحب أطمئن في النهاية جماعتنا في دول مجلس التعاون في المملكة العربية السعودية لن تجرؤ إيران على عمل أي ضربة ضد هذه الدول لأن إيران لم تتمكن من التحرك حينما ذهبت قوات درع الجزيرة وعلى رأس المملكة العربية السعودية إلى البحرين فإيران معروف مواقفها طبعا تهدد بالكلام لكنها لا تستطيع أن تقوم بفعل حيال هذه الأمور نعم أشكرك أستاذ حكم البابا الداخل السوري الآن فيه كثير من الميليشيات ليس من المفترض أن تكون منسيمة ومتناغمة هناك جبهة النصرة وهناك الجيش الحر وهناك مجموعة من الأكراد لهم أيضا مطامح خاصة إلى مدالك من هذه التفاصيل والآن التحالف من السماء هذا الواقع غير المنسجم هل تتوقع أن يأتي منسجما إذا حدث نوع من الإنفلات والفوضى بعد هذه الضربات أول شيء أنا أعتقد أنهم متافقين على أمر واحد هو بشار الأسد صحيح ما عدا جماعة حزب العمال الكردستاني الذين يعملون كزراع للنظام السوري في المناطق الكردية وهؤلاء سينسحبون مثلهم مثلها كل شبيحة النظام وميليشياته عندما تحدث الطرب أنا أظن أو حسب معلوماتي أشوف قبل يومين الائتلاف لا يعترف بهذا الكلام علنا ولكن أنا سمعت من أشخاص في الائتلاف الأميركان يسألون الائتلاف منذ الخميس الماضي هل أنتم جاهزون في حالة سقوط النظام المفاجئ نتيجة الضربات هذا كلام هذا حديث فعلا حصل الأميركان لا يريدون أسقاط النظام أو لا يعلنون ذلك أو يقولون بأنهم فعلا ضربة تأديبية بينما البريطانيين والفرنسيين له الرأي أن المهم أسقاط النظام أنا اليوم سمعته من أحد الذين كانوا مع الجربة في في اجتماعه مع هولند هذا الكلام لكن لا أحد يستطيع أن يقول لك أن سأذهب لأسقط النظام عفوا بس لحظة لأنه إذا قالوا أنهم سيسقطون النظام فعليهم أن يتحملوا مسؤولية إدارة البلد جيد لكن أستاذ حاكم البابا علينا أن لا نتجاهل لعب رئيس في هذه المنطقة وأساسي وعلى ضوءه تبنى كثير من المعادلات إسرائيل وإسرائيل في ظل هذا النظام الموجود في سوريا الآن هي أكثر أمنا بطبيعة الحال وإن كان تتحفظ يعني طوال هذه السنوات وهذه العقود هذا الخط محمي بشكل أو بآخر ما الذي يضمن لإسرائيل في حالة انفلات في الداخل السوري أن لا تتأثر وبالتالي كيف للأمريكان والحلفاء ممكن نعم ممكن بسؤول يزيلوا هذا النظام وعلى موجود بديل مقنع بسؤول ما الفكرة أو السيناريو اللي ممكن يحدث في حالة جلس الضربات الضربات ستستهدف أماكن وقطع عسكرية والقوة الجوية والصاروخية للنظام بمعنى أن قوة ومراكز الاتصال بمعنى أن النظام سيصبح عاما وسيتكرسح باللهجة الدارجية في هذه اللحظة سيدخل الجيش الحر إلى كل المناطق في خلال بالأثناء الضربة في قطع عسكرية كثيرة ستفكك جنود بشار الأسد التابعين له المخلصين له من طائفته سيقوم معه أو سيهربون إلى الساحل السوري باقي الجنود هناك من ينتظر للانشقاق ولم يكن باستطاعته ويخاق ستحدث فوضى أنا رأيي النظام سينهار إذا استطاع الجيش الحر سيدخل إلى المدن سيفجر الحواجز ويستولي عليها أحسب ما أسمع هناك بنك أهداف لديه في المدن للقيادات الأمنية والعسكرية والمدنية سيتم إلقاء القبض عليها والتحفظ عليها في أماكن آمنة سيحاول مساعدة المشقين وسيشتبك مع بعض القوات التي ستقاوم لكن إذا استطاع إدارة المعركة بجيدا هو سيستولي على المدن السورية في هذه اللحظة الحالة سيكون النظام سقط لن تكون هناك عملية سياسية ولا جنود بثنين ولا أي شيء سينسح ببشار الأسد إلى المنطقة العلوية أو المنطقة الساحلية التي يشكل العلويين جزء منها لهم بحدود الأربعين بالمئة منها سيحاول أن يقيم دولته هذه مسألة مؤجلة بس نحن بحالة الضربة غالبا هذا ما سيحدث في حال سينار الأسوأ في حال صمد النظام أو رد في حال رد أنا أعتقد أنه التحالف الغربي الدولي لديه سيأخذ فترة هدنة ليقيم ما فعله ويعيد الضربة مرة أخرى أنا أظن لن يتركوه يحكم لأنه إذا حكم فعلا سيستخدم الكيموي إذا لم تحدث ضربة نحن يموت لنا في سوريا على الأقل كل يوم الآن بحدود المئة مئة وخمسين شهيد لو لم يضرب سيستخدم الكيموي صبح مساء وستسمع يوميا عدد الشهداء بالألفين وثلاثة بالنسبة لإسرائيل الدكتور قال أنه عدو أنه إيران وحزب الله عدو استراتيجي أنا ما بظن هيك أنا بظن إيران وحزب الله أني حلفاء وإلا ما كانت الجبهة من الألفين وستة يحافظ عليها حزب الله وإيران لا تفعل شيئا سوى شتم إسرائيل في التلفزيون وعندما ضربت حماس لم يقف معها أحد أرسلوا لها بعض الدعم أو أي شيء بس لم يفتح لأحد جبهة بالألفين وستة معها مؤازرة لها لأن نظام السوري وإلى حزب الله أنا رأيي السوريين مشغولين بنفسهم الآن ولوقت طويل لن يفكروا بأي معركة مع إسرائيل ستشتتهم جيد دعني دعني أنتقل إلى الدكتور أنور عشقي وأتساءل دكتور إذا حدثت هذه السناريات بهذا الشكل واشتدت ربما الضربة وضربت مراكز حساسة في سوريا وفقد النظام بوصلته كما يقولون إلى أي مدى من الممكن أن يقوم بعمليات ربما خارج عن النصحة ومن خلالها أن ينقل مسرح المعركة إلى جهات أخرى ويهاجم إسرائيل ربما أو يتدخل حلفائه بشكل أو بآخر هل من الممكن حدوث ذلك؟ أولا أحب أقول لك أن من قبل شهور وعدة هذه الخطة من قبل شهور وضعت هذه التحسبات مركزنا شارك مع حوالي عدة مراكز من 15 دولة في الأسبوع الماضي كنا ندرس هذه العملية في أوروبا في أحد المدن الأوروبية طبعا كنا نناقش هذه الأمور بصراحة وبكل شفافية أولا الأسد لماذا استخدم هذا السلاح في هذه الفترة استخدم هذا السلاح في هذه الفترة لأنه وجد أنه ضعف جدا فلم يجد إلا أن يستخدم هذا السلاح أنا إذا كنت أقدر أستطيع أهزم عدوي بدون سلاح ناري أهزمه لكن لما أشوف نفسي ورطان أضطر استخدم السلاح الناري لو تتبعنا لقراءة الأخبار السابقة أو الأحداث السابقة لوجدنا أن الجيش الحر قد ذهب إلى الساحل ووصل إلى القرداحة موطن بشار الأسد وحفظ الأسد وبيت الأسد وطبعا هناك طمأنهم بأنهم لن يمارسوا السنة ضدهم أي أجراءات سيئة بل إنهم سوف يحترمونهم هذه الحاجات حدثت لو نظرنا إلى الجربة سأفضح في الأيام الأخيرة ينتقل بين الدول الأوروبية وأمريكا والدول العربية وغيرها والتقيت به في أحد هذه الجولات ولكني لم أتكلم معه بالتفصيل في هذا الجانب إذن معناها أن الأمر ما يستطيع حافظ بشار الأسد أن يطلق طلقة واحدة إذا حدث الهجوم هذا عليه هذه كلها أمور تكون محسوبة في الخطة حدث الهجوم على الكويت لتحرير الكويت القوات العراقية كان عندهم أمر بإطلاق الذين في الجبهة بإطلاق الغاز السام لم يطلقوا الغاز السام وإنما الكيميائي وإنما على طول استسلموا القوات السعودية حتى أننا ما كنا عارفين إيش نساوي فيهم بعشرات الألوف ساروا يستسلموا سرنا نقول لهم ورجعوا لدياركم ما عندنا أماكن نستجينكم فيها هذه الأمور لازم نعرفها الحرب ليست عملا مدنيا نأخذه من الإذاعة والإعلام ثم نصوغه أبدا هذه العملية عملية تخطيط عسكري ودراسات طويلة الأمد فإذن معناها لا يجرى أي ردود فعل من القيادة السورية والجيش السوري لا ردود فعل من إيران لا ردود فعل من حزب الله لا تدخل من إسرائيل نعم أستاذ حكم البابا داني أتسأل عن الأداء السياسي للمعارضة السورية تحدث عن المعارضة بشقها السياسي يعني كيف تقيم أداءها في هذه الفترة سيء سيء أعتقد سيء نعم الإتلاف هو واجهة هناك من يقود العمل الحقيقة من خارج السوريين وهو الذي يرتب كل هذه المسألة نعم وماذا عن الأقليات الموجودة في سوريا كيف ترى وضعها في ظل هذه الأزمة وبعد هذا السيناريو المفترض أنا أعتقد حافظ الأسد ومن بعده بشار الأسد دائما حاولوا أن يقودوا للأقليات فيما لو وصل المسلمون إلى السلطة سيزبحونكم هناك حالة من الفقدان الزاكرة عند هؤلاء إلى الدرجة أنه طول حياتهم عايشين 1400 سنة بين المسلمين ولم يزبحهم أحد لا المسيحيين ولا الدروز ولا الشيعة ولا أي حدا طبعا جلست ممارسات اضطهاد بس هذه الممارسات اضطهاد جلت حتى بين السنة أنفسهم يعني هي طبقية أكثر من كونها طائفية يعني من الأغنى للأفقر غالبا أنا لا أظن سيحدث شيء بالنسبة للأقليات بالنسبة للعلوين قد تحدث بعض حوادث الانتقام من الناس اللي مثلهم أهل أو بناتهم وقتصبت قدامهم وبيعرفوا غريمهم أنا أعتقد ممكن يحدث هذا الشيء بس بمعركة الساحل ما شفنا ولا فيديو عن مجزرة رغم أنه جبهة النصرة ودولة العراق والشام الإسلامية اللي هنه تنظيمين متشددين هنه قاموا بالعمليات بس ما شفنا عمليات قتل ومجازر مثل ما بيفكروا أو كانوا ممكن يتصرفوا إذن أنت مطمئن للداخل السوري طبعاً أنا أشكرك الأستاذ حاكم البابا الكاتب والمحلل السياسي السوري أشكر وجودك معنا في هذا البرنامج وإن غداً لنظره قريب كما يقولون لنقف على حقائق الأمور وشكري جزيل للدكتور أنور بن ماجد عشقي رئيس مركز الشرق الأوسط لدراسات الاستراتيجية كنت معي من جدة إذن مشاهدي الكرام أشكر الضيفية الكريمين ويبقى المشكل والأزمة السورية معلقة وحبلة بكل المفاجآت ولو إلى حين أذكر بأن الرئيس أوباما وعد بكشف أدلة دامر عن طورة النظام السوري في هذا الهجوم وربما ذلك سيغير كثير من مجريات هذه الأزمة فاصل قصير نعود لنبض الشبكة في جزء الأخير من هذا البرنامج